ان انا اخد كله مباراة لوحدة واعلمتني ان انا وانا اعرف اكسب ازاي واعرف احسر ازاي لابنكسر عند الهزيمة ولا بشوف نهاية الدنيا بشوف اسبابها طالما ان انا في ايدي ان انا علاجها ما بقلقش لكن ايضا في الانتصارات مش عايزين نعمم مش عايزين نقول الفطرة الجاية حيبقى في ايه دعنا انا انتظر الفطرة القادمة لنمع الاقل الهومورك الواجب المدرسي المنزلي اداه الاهلي بكفاءة بقاله تسعة متشاط الى العمل الواجب عمل الواجب بتاعه في ايه بقى كسب المؤجلات من اول الهزيمة والتعادل اللي وراء بعضيهم اللي قالوا لك فقد الاهلي فرصته فقرر انه يعني لا ده لو انا اقدر دايل فارق لحد ما يبقى في حدود المباراة اللي بيني وبين المنافس يبقى انا مصيري في ايدي هو دلوقتي كده مصيري في ايدي يعني ايه عايز عدالة 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 ولكن اذا غابت الارادة في تحقيق العدالة فلا تسألني عنها اه دا كلام فلسافي بقى مش فلسافي اذا غابت الارادة عن تحقيق العدالة فلا تسألني عنها تعالى نتكلم حتى لو بدون ترتيب بقى ماش فالش بقى ايه موضوع بموضوع البيت بيتك اكت فضل البيت بيتك الزمالك اه وكان يشكم من تأجيل المباراة اللي قبل الصفر اهه وافضل ما حدث للزمالك تأجيل هذه المباراة ماش المقولين اه طبعا اه فاستطاع ان يتوجه الى انجولا وهو في كامل تركيزه وكمل اريحيته وحصد النتيجة حصد اه يعني اه انت تتكلم على تأجيل مباراة وفي الكاس في الكاس اه اللي كانت مع المقص مع المقص اه لا دا لسه المقولين انا جاهلك عليه اه طيب برجع الزمالك اولا راجع بيتكلم على الاجهاد اه وقد يكون فيه اجهاد بس اللي كانوا بقى بيقولوا الاهلي بيتجامل عشان بيتأجلوا فيلعب مطشات زيادة مضغوطة كل ثلاث يام مباراة كل ثلاث يام مباراة كل ثلاث يام مباراة ست مرات كل ثلاث يام مباراة في اول موقف للزمالك طلب تأجيل ماش مقولين العرب فتم تأجيله 24 ساعة شكلها بريء اه حي ايه يعني 24 ساعة تم نرايح فيا الا جاية من السفر اه 24 ساعة ايه المشكلة مشكلة بقى زي ما انا شايفك دلوقتي المطش ده مش هتلعب مش هتلعب ده ايوه الله لا ده جديدة دي هقولك ليه وحيبقى في ساعتها فيه منطق هل معقول انك انت تلعب قبل الماتش بتاع افريقيا الحاسم الكونفودرالية بتلات ايام هو كلام الحج عامر حسين انه خيرهم فاختاروا انه اجل 14 ولا ده تاكتيك لا ما تتجيلي واحدة واحدة الموضة اترجع بقى ويجبولك الحالات اللي من 30 سنة ومن 20 سنة ومن 10 سنين ومن 5 سنين واول امبرع وحتلاقي لغة وحتلاقي اعلام لا يتحدث الا عن الاهل الفطرة اللي جاي والفطرة السابقة واللاحقة تموالاهلم سافر بكرة ولعب اللي لدي امس واليوم لا هو الاهل يرجع كم مرة ولعب تانيوم كم مرة لعب تانيوم ولعب تانيوم في برج العرب يعني رجع عن قيرة ويسافر يلعب في برج العرب ويه والطنبيط على ودنا وانتو بتجيليله ليه انتو بتجيليله ليه حلوى الطنبيط على ودنا اه 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 انا بقول لك اللي بقى لبالك واللي عين عينك يعني يعني اه هو فيه اوضح من كده ام هو فيه اوضح من ان احنا خلاص المشاعر ما بقاتش تستطر ام وابن عمه الغريب انا الغريب النهاردة في مصر اه هو ابن عمه عينك كل ابناء العمومة مع بعض اه واخد بالك تبص تلاقي ما فيش مانع من التحفيز والتأجيل ولذلك لا يمكن لا يمكن ان الاهل حيقبل ان مطشاط الثلاثية على الاقل ما تتلعبش في توقيتاتها المنطقية ام واظنني ده مطلب عادل جدا اذا تحقق هما بالعكس اذا تحقق ارادة تفعيل العدالة ام ونحن هنا في اختبار انا رأيي ام سميني موسوس سميني بحب اقراها بدري شايف ان التأجيل مباراة المقولين يوم قد يؤدي الى تأجيلها لاجل غير مسامل انه ده تاكتك معايا اه اخون تعال يفض على مرحلتين تعال اكلمني على فرقة هتلعب مطش مصيري اه على ارضها اه بعد ثلاثة ايام يعني هتلعب النهاردة اه هو تأجل يوم من تلاتاشر لاربعتاشر لا تلاتاشر لاربعتاشر لا اللي جاي بتأجل يوم فيه فيه قبل الماتش يعني يوم هيلعبوا على مطش المقولين اه كان هتلعب تلاتاشر بقى اربعتاشر بقى اربعتاشر الماتش اللي بعده اه كام هو خلاص هو دلوقت منتظر اه منتظر دلوقت مين اللي منتظر الزمالك منتظر ايه منتظر يلعب يوم الماتش اللي جاي المقولين هيلعب يوم اربعتاشر ايه ويسافر ويسافر ايوه ويسافر مساء نفس يومنا بعد المباراة مباشرة وده افضله اه يعني هو اختار كده فقال لك هيقعد هناك خمساشر وستاشر ويلعب سبعتاشر نتمنى ان يحدث استاذ ام لانه لو طلب انه الماتش كمان في العاصمة في الجزائر يعني مفيش سفر داخلي عنده لا لا مش مهم يعني ده بتسافر بطيارة مش دي المشكلة بقى استاذ براين ام يعني انما المشكلة انك هتيجي تقول لي اه انت بتلعبنا 14 اه و17 ام مش 17 اه كان هلعب 13 وهلعب 17 عنده 4 ايام اي اختاروا انه هو يأجل 24 ساعة عشان يستريح لمطش المولين على حساب المسافة البينية قبل لمطش الجزائر على اي حال ارجو ان انا اكون يعني يعني بحاول نتمنى ان يحدث هذا اه بس ايه عشان مرة واحدة بنا اتطفق عليه عشان مرة واحدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة